ناقش اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة عدن سير التحضير والإعداد لحملة التحصين الصحي ضد مرضى الحصبة والحصبة الإلمانية والمزمع انطلاقها في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ودع الوزير في الاجتماع الذي ضم شركاء القطاع الصحية المستر إلى الاستهام بفعالية في تبني تنفيذ أهداف الوزارة لرفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه قضايا التحصين وإرشاد المجتمع مؤكدا أهمية تبني الرسائل الإيجابية تجاه التحصين الصحي والتعرف بأهميته كوسيلة ناجعة في تحقيق السلامة الصحية واستعرض الاجتماع الوضع البيئي لمرضى الحصبة والتوزيع الجغرافي له وخطة الوزارة في التدخلات المزمع الشروع فيها لتنفيذ الحملة وتوزيع الكادر المشارك فيها والأدوار المناطة بكل المساهمين بها اشتركوا في القناة